كيف أن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت نموذجا للرحمة والعدل والقيادة الحكيمة ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة عام خمسمائة وسبعين ميلادية تقريبا ينتمي إلى قبيلة قريش من فخذ بني هاشم فقد والده عبد الله قبل ولادته وتوفيت والدته آمنة بنت وهبا وهو في سن السادسة انتقل إلى رعاية جده عبد المطلب ثم إلى رعاية عمه أبو طالب بعد وفاة جده نشأ النبي صلى الله عليه وسلم في بيئة مكة المكرمة وعرف بين الناس بصدق حديثه وأمانته عمل في التجارة تحت إشراف خديجة بنت خويلد وتزوجها بعد أن أعجبت بخلقه في سن الأربعين بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي من الله تعالى في غار حراء واجه صعوبات كبيرة في بداية دعوته حيث لاق معارضة شديدة من قريش لكنه استمر في دعوته وجذب إليه مجموعة من المؤمنين الأوائل بسبب الاضطهاد الذي تعرض له هو وأتباعه في مكة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة يثرب في عام 622 ميلادي في المدينة أسس النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعاً إسلامياً متماسكاً ووقع معاهدة مع القبائل المختلفة لضمان الأمن والاستقرار أقام النبي صلى الله عليه وسلم نظاماً اجتماعياً واقتصادياً في المدينة شامل بناء المسجد وتطوير العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين قاد العديد من الغزوات والمعارك مثل غزوة بدر وأحد والخندق لتحقيق الأهداف الإسلامية وحماية المجتمع المسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم نموذجاً في العبادة والأخلاق مثل الصبر والرحمة والتواضع عرف بتعامله الحسن مع الناس وتطبيقه لقيم الإسلام في حياته اليومية توفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة في عام 632 ميلادي قبل وفاته قدم وصاياه للمسلمين محثاً إياهم على التمسك بالإسلام والعمل بما جاء به